كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو ستواصل تطوير الدرع النووية كضامن رئيسي لسيادته ووحدة أراضيها شويغو قال إن الجيش الروسي سيعمل على حفظ جاهزية الثالث النووي القتالية في عام 2023 مشددا على ضرورة وضع خطط تدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة بناء على الخبرات المكتسبة في سوريا ووكرانيا سوچتم опыта специальной военной операции верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач военных комиссариатов также будем повышать боевые возможности воздушно-космических сил и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов من جانبه حذر سكرتير مجلس الغامن الروسي نيكولاي باتروشيف من أن الاكتفاء الذاتي لروسيا يزعش الغرب باتروشيف أشار إلى أن بلاده تحتاج إلى جيش قوي واستخبارات لتحييد التهديدات العسكرية كما حذر من أن الغرب يسعى لتقسيم روسيا ومحوها عن الخريطة حسب قوله وأن الصراع في أوكرانيا هو مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بدوره قال نائب وزير الخارجي الروسي أندري رودينكو إن الولايات المتحدة وحلفائها يستخدمون أوكرانيا لتغذية تم مخاطم الجيوسياسية والاقتصادية على حد وصفه وأضاف رودينكو أن العلاقات المتنامية ديناميكيا بين روسيا وآسيا هي كابوس سياسي واقتصادي بالنسبة للغرب الذي يلتزم بالخط المناهض لروسيا للمزيد من النقاش نرحب بضيفنا من مدينة مومبليي عبر تطبيق زوم سيد جون فانسيت بريست الباحث المتخصص في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية بالمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية سيد بريست أهلا بك بدنا أودميك تعليقا على تصريحات سيد شكويغ خصوصا حديث عن الثالوث النووي ومساعي روسيا لتعزيز هذه القدرات في ضوء ما ستقول أو قد تقول لي هذه الحرب إن الإمكانات النووية الروسية تعتمد على ما يعرف بالثالوث مع هذه الاتجاهات الثلاثة أولا الطائرات السفن أو الغواصات وأيضا الصواريخ وهذه الإمكانية اليوم هي حديث الجميع في روسيا ولكن في الولادة المتحدة المتواجدة أيضا وفرنسا على سبيل المثال كانت ضعفة بهذه الإمكانات ولكن هي أوقفت استخدام الإمكانات المتمثلة بالصواريخ الأرجو والآن نحن نتحدث عن هذه المرونة مع الإمكانات الإضافية في هذه الترسانة النووية والتفكير معها مجتمعاتا نعم سؤالي الآن عن اتفاق الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي والناتو والذي تحدث فيه الطرفان عن زيادة هذه الشراكة أمنيا ودفاعيا ما الجديد في هذا المستوى من الشراكة ألا نتوقع ردا روسيا على هذا التقارب القديم المؤكد في نسخته هذا حتى الآن هذه العلاقات بين الناتو الولادة المتحدة والاتحاد الأوروبي هي معقدة جدا وهي مبنية على الخطبات من الجهة الثلاثة الناتو الذي يتحدث عن إمكانات تسخر جيدا على المستوى العسكري وهذا يدرجه ضمن هذا الإطار التاريخي من الجانب الآخر هناك الاتحاد الأوروبي وبين 2000 وال 2000 هناك هذه المباحثات أو التصاريح عن القوى العسكرية الأوروبية المستقلة وكربما مجموعة ثانوية تحت نظلات الناتو وهذه الاقتراحات التي نسمعها دائما ولكن الآن يجب أن ننتظر المآلات ولكن ليس هناك حاجة إلى اتفاقيات إضافية لأن الاتفاقيات الموجودة بين الولادة المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي كافية ووافية من التصريحات المهمة في هذا السياق أيضا تصريحة رودينكو نائب وزير الخارجية الروسية الذي قال إن العلاقات المتنامية ديناميكيا ما بين روسيا وآسيا هي كابوس سياسي واقتصادي بالنسبة للغرب هل تسعى الدول الغربية فعلا إلى تعطيل هذه العلاقة المتنامية ما بين روسيا وآسيا سياسيا واقتصاديا وحتى أمنيا ودفاعيا ربما من الواضح والبديه أن ما يجري في أوكرانيا أحدث أو أسدل السطار عن أمور كانت قائمة لأن الغرب بالمجمل وأيضا الشعوب الغربية والبلدان الغربية كانت تفكر بأنها كانت تمثل أكثرية العالم ولكن في الأمم المتحدة ومع التصويت ضد أو مع روسيا هناك هذا العدد الكبير الذي يدعم روسيا في التصويت في الأمم المتحدة ونحن نتحدث أيضا عن هؤلاء الأعضاء في الأمم المتحدة ولكن بالنظر إلى الحسابات للشعوب نرى أن الشعوب التي هي ضد روسيا لا تمثل أكثر من 20% من سكان العالم إذن الآن وما يجري في الكواليس ربما لم نتوصل إلى هذه الاستنتاجات الواضحة جدا غربي ولكن هناك محور غربي يتمركز الآن على روسيا على الصين الهند أسيابي المجمل والصين والهند تمثلان لوحدهما هذه الشريحة الكبيرة اقتصاديا وشعبيا أيضا أشكرك كل شكرا سيد جون فينسيت بريست الباحث المتخصص في قضايا العلاقات والدفاع والعلاقات الدولية بالمعدة الفرنسية لشؤون الدولية والاستراتيجية تحدثت إلينا من مونبولية شكرا لك أجرت سفينة حربية روسية تدريبات في البحر النرويجي وفق ما أفادت به وزارة الدفاع وأوضحت الوزارة أن الطاقم الفرغات أجرى تمرين لصد هجوم جوي لعدو افتراضي في البحر النرويجي في ظروف مائية صعبة مشيرة إلى سفينة مسلحة بسواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت اشتركوا في القناة